اقتصاد السوق الاجتماعي يعتمد على السوق العرض والطلب لكن بنفس الوقت هناك دور للحكومة دور اجتماعي دور أبوي بترعى الفقير الصحة مجانية التعليم مجاني تدعم الطبقة المسطة هو أخذ فضاء النظام الرئيس المالي والاشتراكي بالضبط هذا كان منتج ألماني أخرجه حزب الديمقراطي المسيحي وبناء عليه صارت المعجزة الاقتصادية الألمانية لحد آخر لحظة ميركل كان من حزب الديمقراطي المسيحي لكن هو بتألف من خمس ركائز ثلاثة منها ليس لها علاقة بالاقتصاد المشاركة الشعبية من ضمن اقتصاد السوق الاجتماعي هذا اللي قلتلوني مشاركة الشعبية السياسية طبعا كله المدني والسياسي القضاء المستقل من ضمنه الحكم الرشيد من ضمنه واثنين لها علاقة بالسياسات التنموية واقتصاد السوق ما هم هذا الثنان السياسات الاقتصادية ودعم اقتصاد السوق بحيث أنه أنت صار عندك هيكلية حكم رشيد بالأداء الإداري هذه الخمس ركائز هم أرادوها تطبيقاً مشتزئاً فأنا كتبت مقالي في ذلك الحين عقدة التطبيقات المشتزئة أنه كل مرة بتجيبوا نظام بالطبقه بشكل مشتزئ وهذا الحقيقة يعني معظم الدول المتخلفة وفي بعض الدول العربية أظن لو طبق سيطيح بهم وسيأتي بحكومة تطبق النظام الرشيدية رشيدة أصلاً لذلك فشل اقتصاد السوق الاجتماعي في سوريا وسيفشل أي نهج اقتصادي سيفشل في دولة لا تحترم الإنسان والإطار القانوني والاجتماعي والمدني يعني خربان ما في حريات حقيقية اقتصادية مو بس ما بتحمي يعني الشخص العادي أنت ما بتحمي المستثمر نفسه ولذلك بعض المستثمرين تعرضوا لابتزاز رامي مخلوف وغيره تعرضوا لابتزازات كثيرة يعني بدي يحاصصوا بأي مشروع له عشرين بالمئة وثلاثين بالمئة أحياناً خمسين بالمئة فهذا يعني السبب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر